شاومي 13 برو وصل تبقى تصل لك القصة؟ لأول مرة أحس فرق كبير من شاومي بأحد الخصائص المهمة لكن بالمقابل ما زال عندهم نواحي تحتاج تطوير تعال أعلنكم هذا الفيديو بشكل سريع إيش إيجابياته وسلبياته ومرحبا لعدم أذكرك قبل كل شي تشترك معنا تفعل زر الجرس على أساس ما يفوتك أي شي جديد بعالم التقنية طبعا لما أتكلم عن الكاميرات فكانت تعتبر سلبية لدى شاومي الآن تطورت كثير الشكر للايكا واللي راح تلاقي اسمها بشكل بأرز وواضح على كاميرات الجهاز بالخلف كاميرات الجوال صارت تطلع نتائج مذهلة جدا فمثلا الماكرو أحد أكثر المزايا اللي أبارتني بهذا الجهاز تقدر تقرب وتلتقط صور ماكرو رهيبة جدا وطلع لك تفاصيل لشغلات ما كنت تتوقعها ممكن تطلع بهذه الطريقة يا شيخ حتى بقوا بالعين ممكن يطلع لك تفاصيل جواه صور العزل اللي تقدمها لك هذه الكاميرا أيضا لطيفة وجميلة الألوان بشكل عام بهذه الكاميرا لطيفة جدا وكل هذه هي تعديلات وتفاصيل من لايكا نفسها بس لازم أركز على شغله أن الصور الثابتة هي اللي ممتازة بفضل لايكا وليس الفيديو الفيديو عادي خلينا نقول بكل صراحة أشوف شاومي عرفت تستغل لايكا بطريقة ممتازة وعدلت واحدة من أكبر العيوب عندها بجانب التصوير الإيجابية الثانية هي خاصة بالشاحن هنا عندك 120 واط فهو يشحلك بشكل سريع جدا فبالرغم من أنه حتى البطارية الضخمة اللي تستمر لفترة طويلة تستمر إلى يوم إلا أنك تجد تشحنها بفل من صفر إلى 100% خلال 20 دقيقة فقط أما الإيجابية الثالثة فهي الأداء الأداء بهذا الجهاز ممتاز جدا شكرا للتوليفة الرهيبة ما بين المعالج القوي وأحدث معالجات كوالكم والشيء الثاني الواجهة والرام العالي كل هذه النقاط اجتمعت مع بعض وقدمت لك واحد من أعلى الجوالات أداء بالسوق طبعا وبنها هذا الجهاز رائد أكيد لازم يكون أداء ممتاز الإيجابية الرابعة هي تخص الصندوق نعم الصندوق الصندوق لا زال من الإيجابيات لأنه لا زال كبير وهذا معناه تعني أنه يجي معاه الشاحن داخل الصندوق مو بلازم تروح تدفع زيادة وتروح تشتري وهذا الشيء استغنت عنه أكبر منافسي شاومي اللي هي سامسونج اللي صارت تنتف الأشياء من داخل الصندوق وتقدم لك جهاز لحالة تقريبا طيب إيش هي سلبيات الجهاز؟ أولا التصميم الصراحة برأي الخاص أنهم ما تعبوا على التصميم كثير فهو أوكي سيراميك وهذا شيء كويس ولكن تصميم عادي جدا الكاميرات بارزة بارزة بشكل كبير جدا وهذا بشيء أشوفه مبالغ فيه وفوقها خلفية الجهاز تتقبل البصمات والأوساخ زيادة عن اللزوم صراحة التصميم وشكل الجوال ما أحسن من الشغلات اللي هي لطيفة فيه ثم ثانيا الواجهة الواجهة لازلت أشوفها أن تحتاج تطوير من حيث الشكل والتصميم هذا لا أحد يفهمني غلط من حيث الأداء فإن أداءها ممتاز زي ما قلت قبل شوي ولكن من حيث الشكل ما زالوا يحتاجون أنهم يشتغلون عليها زيادة بنهاية هذا الفيديو أحب أختم أنه قيمة الجهاز هي 4400 ريال وأدري ومن خلال عدد من التعليقات أنه كثير منكم من قال لهذا السعر عالي على شاومي ولكن لحظة السؤال هنا بعد اتفاقياته مع شركات عالمية زي لايكا وتحسين الكاميرات والتقنيات اللي قدموها بهذا الجهاز ما تشوفه صار يستاهل؟ لا تنسى تشارك الفيديو مع أصدقائك لأن هذا راح يدعمنا نستمر أشوفك الفيديو القادم إن شاء الله ومع السلامة